امري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلة أرى العمر في صرف الزمان يبيد ويذهب لكن ما نراه يعود فكن رجلا إن تنضى ثواب عيشه رثاثا فثوب الفخر منه جديد وإياك أن تشر الحياة بذلة هي الموت والموت المريح أجود يؤوه وغير فقيد من يموت بعزة وكل فتى بالذل عيشه فقيد لذا كنضى ثوب الحياة بن فاطم وخاض عباب الموت وهو فريد وليس له من ناصر غير نيف وسبعين ليثا ما هناك مزيد تخاطبه مقروحة القلب زينب فتشكو له أحوالها وتعيده أخي كيف ترضى أن نساق حواسرا ويطمع فينا شامتون وحسود يويو صاحت ما تدري يخو يشلون حالي 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 الغريب بغير وعالي أنا توني ذكرت عزي ودلالي والله منك وضعيات ذي إيش الليالي جينا ننشي ذكر بلن ضيعينها بهزاين أبقى لهم يسرينها والله يسرها ولا لها واحد فزا وشال حاد يضعونها بليل وقطع جينا ننشي دوين أبوه فاضل وقال يا أحمد ما تدلون الشريعة وينهي بس شوفه والعتب مني يزه يؤود وادربه فاضل على النخوي جؤود حق قاعد را يقول مقطوع الزنود وحال حت في الموت بينه وبينها جينا ننشي دكربل عليها نعتب نقول هاي الرجال والدور الغلب حرم زينب بيش مطلوبة آي عبد نب فوق جتل حسين واليسرين ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي من قلبيا قلبون والعاقبة للمتقين في الحديث الوارد عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم اذكروا محاسن موتاكم وغضوا عن مساوئهم جميل جدا أن يذكر الإنسان بمواقفه بأعماله بنتاجه كل واحد من عندنا في شخصيته يأكو جانب إيجابي جانب سلبي الجانب الإيجابي في شخصية أي إنسان الإسلام قاعد يوجهنا هذا التوجيه ينبغي أن يذكر يعني في حياته فضلا عن بعد موته في حال حياته إذا أكو جوانب إيجابية يعني أكو جوانب مشرقة في شخصيته فينبغي أن يذكر بجوانبه أو بالجانب الإيجابي في شخصيته نعم إذا الإنسان مثلا أكو جانب سلبي في شخصيته عنده أخطاء في حال حياته في حال حياته إذا كان عنده خطأ أول مرة إحنا قبل أن نصلح هذا الخطأ زين قبل أن نعالج هذا الخطأ الموجود عنده أكو توجيه جميل جدا في روايات أهل البيت صلى الله عليهما أجمعين حتى يتقبل الطرف الآخر يعني قبل أن أأتي وأن تقدم مثلا أكو خطأ عنده أو أكو تجاوز زين قد يكون مقصود قد لا يكون كذلك بس أول مرة اذكر الجانب الإيجابي حتى يتقبل الطرف الآخر حتى يستجيب لك وين نقرأ هذا المعنى الإمام الكاظم صلى الله عليه وسلم وعلى باب الحوائج يلتفت إلى صفوان الجمال صفوان الجمال واحد من شيعة الإمام بل من الذين رووا عنه صفوان من شيعة الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر التفت إليه الإمام ذات يوم وهو يقول يا صفوان كل شيء فيك حسن جميل ما خلى شيئا واحدا شوف شلو نعلمنا كيف ننتقد قبل أن تنتقد أي ظاهرة أو كما قلت أو أي جانب سلبي في شخصية أي إنسان اذكر الجانب الإيجابي كل شيء يعجبني فيك يقول للإمام كل شيء فيك حسن جميل ما خلى شيئا واحدا يعجبني كل شيء يعجبني فيك ما هو ذلك الشيء ما خلى شيئا واحدا ما هو قال إكراك نياقك لهذا الطاغية ليش تتعامل يا ظلمان قال سيدي والله ما أكريته أشرا ولا بطرا ولا للهوين ولا لصيدين أنا أجر النياق في موسم الحج فقط يستقلها ليذهب إلى أداء هذه الفريضة قال الإمام بأنه ألا تحب أن يبقى إلى أن يخرج إليك كراك قال بلى قال لا تفعل لأنه الإنسان الذي يرضى ببقاء الظالم يعني يحشر معه ليكون تبقى ليكون ترضى ببقاء الظالم ولو لفترة لا تقول مصلحتي لا يقول لا تفعل لا تتعاملوا يا هذا ولا لا تعطيهم مجال لأنه الآن الذي قاعد يصير هو هذا أكو بعض الناس يداهنون يجاملون ولا كيف ذاك يستمر في ظلمه كيف يستمر في تجاوزه ماكو موقف صارم أصلا لا تفعل لا تتعاملوا إياهم حتى على هذا المستوى حتى على مستوى صفقة حتى على مستوى تجارة لا تفعل بس شوفوا هنا يأتي دور الإيمان ما قال لها رزقي ما قال لها هذا مصدر رزقي وأنا وأنا باع الجمال قبل موسم الحج حتى تعرف الإيمان من هو المؤمن بعض الناس الآن تقول له هذا دينار زيادة لتأخذه ربا يحتال ألف حيلة ويريد يوجد إلى مخرج شرعي يسأل من هذا العالم ومن ذاك العالم ويريد استفتاء وغير ذلك حتى يأخذ الزيادة بينما الإنسان المؤمن لا ينأى بنفسه عن مثل هذه الأمور والرازق هو الله فشوف الإمام يقول له لا تفعل لا تتعاملوا يا هذولة يعني الآن الإمام قاعد يوجه هذا التوجيه يوجهنا هذا التوجيه تريد تنتقيت بين الجانب الإيجابي في شخصيته أول مرة ثم اذكر الجانب السلبي ترى عندك خطأ واحد يعني قل له أنت الآن كل شيء يعجبني فيك أنت إنسان مؤمن أنت إنسان محب للخير أنت تحضر صلاة الجماعة أنت عندك واقعا هذا الوجود هذا الحضور مشهود لك فيه لكن عندك خطأ واحد يتقبل أو ما يتقبل مراسا هجوم هذا غلاط أو بعض الأحيان مثلا بعض الناس قد يتناسهم وهذا عنده مواقف طيبة عنده عمل طيب تصدر من عنده زلة يصدر من عنده خطأ ننسى كل مواقفه ننسى كل نتاجه ننسى كل عمله ونقوم نعيره بهذا لا الإمام يوجهنا هذا التوجيه اذكر الجانب الإيجابي أي إنسان اذكر الجانب الإيجابي في شخصيته ثم تحدث عن الجانب السلبي هذا بالنسبة إلى حياة الإنسان وجود الإنسان على قيد الحياة إذا مات يعني أنا مرة أتكلم على إنسان مثلا في حال حياته استعرض الجوانب السلبية وأخطاء وتجاوزاته أريد ربت بأثر على هذا المعنى هو موجود لكن إذا مات شنو الثمرة هو مات مضى إلى سبيله مضى إلى ربه شنو يعني الثمرة الذي راح أنا أستفيد من عدها إذا ذكرت سلبياته اذكروا محاسنة موتاكم وغضوا عن مساوئهم إذا عنده نعم هذا مات ويذكر بعمله الطيب لأننا أحنا كلنا نعرف إخواني الإنسان إذا مات اللي يموت من عنده شنو الجسد أما الإنسان كعطاء لا يموت الإنسان كفكر لا يموت الإنسان كموقف لا يموت يا كوميل هذا المعنى الذي يشير إليه أمير المؤمنين يا كوميل هلك خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر باقون بنتاجهم بفكرهم بجهادهم فالإنسان يقول النبي اذكروا محاسن موتاكم جميل جدا أنه الإنسان يذكر بمحاسنه بأعماله الطيبة فلان مات إحنا إذا نقول فلان مات أول ما يمكن أن يذكر بأنه إنسان مثلا متدين أكو مسألة ماذا امتأشرت إلى هذه العبارة وهذا الحديث وغضوا عن مساوئهم هذه ربما البعض قد لا يلتفت إليها مسألة خصوصا هذولا ليباشرون تغسيل الأموات زين ليباشر تغسيل الأموات لو شافعها شافعيب مثلا في جسم الميت لا يجوز له أن يذيع هذا المعنى هذا الشيء مستور بس أنا الذي شفته وغضول لما يصير بعض أنه إنسان يذكر أو يكشف هذا المستور أو مثلا أكو ظاهرة هي غفلة أنا تبرها غفلة هو الآن مسجّى على صخرة المغتسل واحد باشر التغسيل واحد يعين زين بس أنا شايف أكو ظاهرة في بعض الأماكن يفتح الباب وكل واحد يدخل شنو قاعد يتطالعون هذا ما يصير انتهاك لحرمته شنو الفائدة يعني تشوف واحد ميت قاعد يغسل العلماء يشيرون إلى هذا المعنى هذا فيه كراهة نعم إذا استلزم انتهاك لحرمته بالعنوان الثاني وصير حرام لاحظ ما يصير الإنسان يدخل إلا إذا كان عنده شغل نعم يغسل يعين المغسل أو يقرأ القرآن هذه ظاهرة يعني نادرة أنا شوف بعض الأماكن واحد باشر التغسيل واحد يعينه واحد يقرأ القرآن عندنا استحباب قراءة سورة ياسين مثله والميت يغسل يقرأ لأنه فيه نوع من الراحة له يقرأ القرآن خلي جو جو قرآن يصير وحتى بالنسبة إلى الذي يباشر التغسيل ينبغي أن يكثر من ذكر الله يكثر من ذكر الله في حال تغسيله أو مباشرته لتغسيل الميت وأفضل الذكر الصلاة على محمد وآله محمد صلى على المهد يعني يباشر التغسيل وهو يكثر من هذا الذكر كما يقول أحد العرفاء أحد العلماء يقول ما وجدنا يقول أنا فتشت الشيخ بهجة رحمة الله عليه فتشت بحثت حقاقت فلم أجد أفضل من هذا الذكر اللهم صلى على محمد وآله محمد وآله محمد صلى على محمد وآله محمد ولهذا الإنسان ينبغي أن يلتفت إلى هذا المعنى يعني الأمور المستورة لا يجوز له أن يبديها إلى الناس أي شيء شاف فهو إذا مات يذكر بماذا بمحاسنه بعمله الطيب اذكروا محاسن موتاكم وغضوا عن مساوئهم اذكروا محاسن موتاكم فلان يقولون مات أول ما يمكن أن يذكر عنه فلان كان مواضب على صلاة الجماعة هذا الشهادة هذا وسام فلان لا يترك العمر والحج بعد فلان لا يترك زيارة أولياء الله وسادات الخلائق وسام له لهذا شرف إذا يقولون فلان مات رحمة الله عليه ها ولم يترك زيارة الحسين فخر هذا الولاية أول ما يذكر هذا العنوان يعني فلان مات ولم يترك زيارة الحسين يعني عنوان الولاية موجود في صحيفة عمله ها زيارة الحسين يعني الولاية ولهذا ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال من لم يأتي قبر الحسين حتى يموت كان منتقص الدين منتقص الإيمان وإن مات وأدخل الجنة كان دون المؤمنين في الجنة شوف الرواية منتقص الدين ناقص دينه منتقص الإيمان ناقص إيمانه ها إنسان اللي نعم هذا من كمال الإيمان الزيارة كل إنسان يحرص على هذا المعنى أنه يكون موجود أنوان الزيارة في صحيفة عمله ولهذا تشوف كثير من الناس حينما يأتي لزيارة قبر الحسين يعرف ها ثقافة الزيارة أو حينما يدخل إلى مأتم الحسين يعرف شلون يقعد ها يعرف شلون يستمع أعطوني بس خمس دقائق تخلوا عن هواتفكم نقالة خمس دقائق بس الجماعة وصوني من الباب قال لا تطول ما أدري ليش يعني لا تطول نصف ساعة وين رايح مو من روح أقوم بالنصف ساعة مو من روح ها بس خلاص بعد نصف ساعة نقرأ عشرين دقيقة وكل واحد يوصي من صوب وين رايح انتعال خلي شوف أنا في بعض الأماكن أصعد المنبر ها شوف جرأة الناس إلى أي حد وصلت جرأة الناس على منبر سيد الشهداء مو علياني أصعد المنبر هو جاي في مجلس عزاء جاي عظم الأجل ومو من أهل العزاء جاي عظم الأجل وأنا توني صاعد المنبر يقولي ذا بالطوّل بطلع شنو هذا مسكين واقعا والله الإنسان لو يعلم أنا لست بصدد أن أعمل دعايا أشرت إلى هذا المعنى إلى منبر الحسين ما يحتاج إلى دعايا الإنسان الواعي ها الذي يتعامل بوعي مع مجال السيد الشهداء يعرف قيمة هذه الساعات هذه الساعة زاد رصيد إلي ها حينما يدون في صحيفة عمل الإنسان نقاعدين نحن هذا مو أي قاعدة هذا ها هذا مو قاعدة سمار قاعدة ما اجتمع قوم تعال اقرأ الروايات في هذا الصلاة وتذاكروا أمرنا إلا وحفت بهم الملائكة نزلت عليهم الرحمة ها وليش قاعدين نفرط في هذا المعنى خليني أختم زيارة الحسين يقول فلان زائر للحسين ها زائر للحسين أو إذا حصل وسام خادم للحسين ها يعني حصل كما قلت هذا الشرف شرف ما بعده شرف يقولون إني خادم للحسين أقبل ها يقولون إلك خادم تقبل لما تقبل خادم للحسين نقبل خادم لفلان ما نقبل عبد للحسين نعم العبودية للحسين ليست كالعبودية لله عز وجل نقرأ هذا المعنى في الزيارة عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم قصد حرمك وستجار بمشهدك نقرأ في استئذان دخول الإمام ها الدخول إلى الإمام قل عبدك وابن عبدك نعم نحن خدام لهم لكن لا نقبل أن نكون خدام لغيرهم ما نقبل يقول فلان والبعض الآن يريدنا نكون عبيد إليه نحن لسنا عبيدا لك ها نحن عبيد لله لا نركع لك نركع لله ها نعم نخضع لأولياء الله هذا هو للواسطة واسطة الفيض الإلهي والهذا تشوف بعض الناس يموت بس عنده عمل هذا العمل وإن كان البعض يراه عمل بسيط لكن كان سبب لنجاته لفوزه هذي ينقلون عن امرأة توفيت جابوها دفنوها بجوار سيد الشهداء أنزلوها في قبرها اختاروا واحد من الصلحاء من الأدقياء ها كان معروف بالصلاح بالتقوى هذا مع وجود ابنها يعني بعد إجازته لازم نلتفت إلى هذا المعنى فاختاروه طبعا أقول التفات من هذا الرجل في كيفية إنزالها هذه الأمور شرعية لابد ها أن نراعيها في هذه المسألة أنزل يقول أنا معتاد أن أنزل الموتى في قبورهم عجل من أهل الصلاح من أهل التقوى يقول أنزلتها امرأة كبيرة أنزلتها في قبرها بس الجماعة ينتظرون خروجي من السرداب الذي هو قريب من قبر الحسين فأطال المكت هناك طول ليس من عادته نادوا باسمه مرة ومرتين ما أجابهم اضطر واحد أن ينزل إلى الرجل شوف شنو الواضح نزل المرأة في قبرها والرجل قد أغمي عليه المهم طلعوه رشوا عليه الماء قال أين ابنها ابنها وين ايجا ابنها سأل سأل ابنها شعدها ويا الحسين هذه شعدها ويا سيدي الشهداء شعدها من عمال قالوا ما الخبار قال أول مرة قولي قول إلي اشعدها ويا الحسين بعدين أقولكم شنو شفت أنا ابنها قال احنا عدنا زراعة متواضعة هذا النتاج الذي نحصله نقطات به ناكل من عنده بس في موسم المحرم تلتفتوا إلى أبنائها إلى أحفادها تقول لهم هذا موئلكم في هذا الموسم هذا إلى الحسين لا تأكلون شيء من عنده هذا إلى الحسين بعد قال في قيامها تقول يا حسين في جلوسها تقول يا حسين في كل شدة تنادي يا حسين الحسين على لسانها في كل لحظة قل لي إذن هو هذا السر ماذا رأيت يقول أنا هممت بإنزالها في القابر وإذا بضريح الحسين قد انشق طلع رجل نوراني التفت إلي قال يا هذا تنحى هذه خادمتي أنا أنزلها أنت أبو علي تنزلها شوف هذه كرامة ولذلك أنا إذا أجي إلى زيارة وأنت تأتي إلى زيارة قبر الحسين بماذا تخاطبه بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به وهذا شعارنا وأن كانت هناك حادثة لهذه الأبيات لكن ليس مجال لذكرها بس هذا شعارنا نعم إذا شئت النجاة فزر حسين غدا تلقى الإله قرير عيني فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين يحسين كلنا نعتني لك كربا لنزو بس ما نوصلكم وننظر ذيك لقبور ندخل الحاير بالبواجي ولطم لصدور ونحوم مثل الجلاب لو فارق حمية ونشوف عد رجلك علي أحسين مدفون وتهيج زفرتنا ويقرح ماء لعيون ونذكر وقوفك عليه بقلوب محزون محن بظهر وصيح يابني قطعت بيه وبكل فريضة تروح للحاير الشيعة ومن مشهدك تطلع وتبصد للشريعة تزور القمر لازهار أبو تشفو في القطيع شياع رايتكم وسور الهاشمية نعم كل زائر يتذكر هذا الموقف أي موقف زيارة زينب إلى قبر الحسين حينما جاءت إلى زيارة قبر أخيها ماذا فعلت ألقت بنفسها على القبر الشريف وهي تنادي وأخا وحسين اتقل أخو يجين وعلى قبر قعدنا نخينا يا عزن وضمدنا هاي المحام الجوم ردنا لعند المدينة الوطن جدنا والله مهم ناس بين رجاء يا 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 وحدنا لسان حالها قبر الشهي إيد ابن وأمي بانت لنا أنوار قبر عسي الوالي مات قطع زوار نعم هني لتلك التربة التي تضمن الجسد الحسين قبال من تربة يا الساطع بانوار يوم القيام الجاني مكتوب الزوار أبدا فلا يتحاسب من يندفن بجوار إكرام للي تعفره في تربة تشخد لكن يا كربل يملت الفخار دون الأراضين أنلت الشرف يا غاضرية بذبحة حسين تعنالك الزوار من كل البلدين لا وين يا زوار قالوا الغاضرية نعم كانت تقوم من قبر وتجلس عند آخر بعد أن فرغت من زيارة القمور التفتت يمينا شمالا جاء إليها مولانا زين العابدين عم ماذا تريدين وأنا أعلم ماذا تريدين قالت نعم دلني على قبر ابن والدي جاء بها إلى العلقم أهوت على قبر العباس وهي تنادي على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم لكن جينا يا ابو فاضل ولجيت تنزلون واي الروس جبناها ومن كم نطلب العون لكن راس حسين سمحوا لي تراه مكسر أنا منين ابو فاضل أقعد ورك بشفوف فوق زند وقل الحرم صارت بشدة بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا نذر علي لإن عاد إلهي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم ونقسم عليك بمحمد وآل محمد فرج عنا يا الله أخواني أرجو المعذرة تجاوز وقتي مقدار خمس دقائق من اجتمعنا لأجله وسببه اللهم ارحمه برحمتك وأسكنه الفسيح من جنتك اللهم جاء في الأرض عن جنبي أصعد بروحه إليك ما أتاك اللهم به من عمل صالح فتقبله منه وضاعفه له وما أتاك به من عمل سيء فتجاوز اللهم عن سيئاته واغفر لنا وله وجعله عندك في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين اللهم احشره في زمرة محمد وآل محمد إلى روحه وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتح مع الصلوات اشتركوا في القناة